لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد هنتكلم في فيديو النهاردة عن حقيقة زواج الفنانة نوميديا لزول وهنعرف من هو جزهة بس قبل ما نبدأ الفيديو انزل بسرعة واضغط لايك واشترك بالقناة وفعل زر الجرس ليصلك كل جديد لحد عندك وأهم حاجة صلي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في خانة التعليقات أسفل الفيديو نوميديا لزول هي شمس الجزائر التي تنير بجمالها كل المتابعين وتسحر برشاقتها العاشقين أناقة مثالية وملابس عالمية لا تليق إلا بصاحبة الوجه المنير والجسد المسير الذي يخطف العقول ويحبس القلوب ويجعل الحساد والنقاد يقفون بصمت لإلقاء التحية لجميلة جميلات الحياة تتسلطا تتألق فتسحر جميلة لحد التعجب ورشيقة لحد التأمل تخطف العيون والقلوب معا كلما ظهرت بإطلالتها التي لا ترحم فتسرق الأنظار من الجميع وتمحي كل الأسماء لتترك اسمها على لسان كل الناظرين هي الممثلة الجزائرية نوميديا لزول التي يصعب وصفها بأحرف تليق بما تملكه من مواصفات لا تجدها إلا في عالم الأحلام روحها طيبة وشخصيتها متميزة كسبت من خلال الرهان لتحتل المرتبة الأولى من حيث الشكل والروح والروح وما يليق به من جمال اكتسبت شهر كبيرة خاصة في مجال التمسيل والغناء حيث تمتلك مهارة استثنائية وتقديرا واسع ومظهر فريد عارضة الأزياء والفنانة الجزائرية نوميديا لزول كانت مشاركتها في برنامج الحنو الشباب والتي اكتسبت من خلالها تقديرها وسمعتها السيئة بمثابت بداية مسيرتها الإبداعية في عام 2012 مع ملاحظة أن نوميديا لزول تبلغ من العمر 26 عاما تقريبا ونوميديا امرأة متعددة اللغات تقيم حاليا في الجزائر ولدت في 10 فبراير سنة 1996 بولاية تيزيوزو لغتها الأساسية هي الفرنسية والإنجليزية وعلى الرغم من أن نوميديا مغنية موهوبة وقادت أكثر من 8 سنوات في دراسة الموسيقى والثقافة الأندلسية إلى أنها تعطي الأولوية للتمسيل ونوميديا لزول فنانة ولدت في 10 فبراير سنة 1996 بولاية تيزيوزو الجزائرية على الرغم من حقيقة أن نوميديا تنتلق صوتا غنائيا وقد قدمت مساهمة كبيرة في الدراما التلفزيونية فإن أولويتها الحالية هي التمسيل أنضت نوميديا وقتا طويل حوالي 8 سنوات متخصصة في دراسة الثقافة الأندلسية أكثر من 6 ملايين شخص في جميع أنحاء العالم بشكل أساسي يتابعون الفنانة والعارضة ومنتجة المحتوى الجزائرية نوميديا لزول عبر حسابه الرسمي على أنستجرام حيث ظهرت نوميديا لزول لأول مرة في العديد من صورها الأصلية وصور مع وراء الكواليس لأعمالها الفنية وحيث يمكن للمستخدمين الوصول إلى حساب نوميديا لزول وخطوبة سندريلا الجزائر نوميديا لزول مع الصحف الوسيم والمحبوب رياض بن عمر وبدموع حارقة وهي تردد بأعلى صوت اشتغت إلى أمي ردت نوميديا لزول على أسئلة هيئة مجلس قضاء الجزائر بعد استئناف الحكم الصادر ضدها من قبل محكمة الدار البيضاء الذي قضى بإدانتها بعام حبسا نافزا مفندة بذلك كل التهم المنسوبة إليها جملة وتفصيلة وصرحت لزول أنها متواجدة في السجن بسبب عملها لإشهار ستوري مؤكدة أنها لم تستسلم المبلغ لحد الساعة نافية أي علاقة تربطها مع أسامة مزرفة الدموع قائلة بذلك أنا كنت حابا يبعث خواتي يجروا سيادة القاضي لو كان عندي علم أن الطلبة تم النصب عليهم لو يمدوا للملايين من درهاش نوميديا لزول اشتقت لأمي أنا مؤسرة ولست مجرمة استقبلت المؤسرة الجزائرية الشهيرة نوميديا لزول التماسات ممثل الحق العام بمجلس قضاء الجزائر بالبكاء والسقوط أرضا بعد فقدانها للوعي حيث طالب ممثل الحق العام بمجلس القضاء الجزائري سجنها ثلاث سنوات وخمسمائة ألف دينار جزائري والتهمة لزول بتهمة غسيل الأموال والاتجار بالبشر بحسب ما ذكر عدد من الصحف الجزائرية وبعد دقائق معدودة تم نقلها إلى خارج قاعة المحكمة لتلقي الإسعافات الأولية وعادت مجددا إلى القاعة لتمسل أمام القاضي وتدلي بآخر كلمة لها قبل المداولة في الملف وكالعادة أي متهم يقوم بنفي كل ما ينسب إليه نفت المؤسرة الجزائرية كل التهم المنسوبة إليها جملة وتفصيلة وصرحت أنها متواجدة في السجن بسبب عملها لإشهار ستوري لشاركة مقابل 35 مليون مؤكدة أنها لم تستلم المبلغ لحد الساعة واختتمت قائلة لم أقم بتبييض الأموال أو المتاجرة بالبشر أنا أول مؤسرة في الجزائر كنت نعمل إشهارات رمضانية لأكبر الشركات ليس لدي أي علاقة بالنصب وعندي مصداقية الحمد لله كائن ربي محكوم علي بعام حبس ظل بلادي فيها عدالة سيادة القاضي أطلب منكم إنصافي ونمديا لزول هي ممثلة وعارضة أزياء جزائرية بدأت أول ظهور لها في عام 2012 خلال مشاركتها في برنامج ألحان وشباب وتبلغ من العمر 26 عاما ولدت في العاشر من فبراير سنة 1996 من أهم برامجها برنامج ألحان وشباب عام 2012 كذلك البرنامج الحواري تيليسكوب عام 2016 ثم الحواري تريتوهور عام 2016 وبرامج الأطفال هذا كوني وحلم براءة عام 2017 كذلك البرامج التنافسية شيش أتحداك وماشي عادي عام 2017 ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد